تهجير وتفجير وإهمال وابتزاز عنوين عريضة لجريمة مركبة مرتكبوها حوثيون وضحاياها مدنيون هجروا قسرا من قراهم شمال محافظة الجوف إلى مأرب وزرعت الألغام في طرقهم هذه مقيتة الجعيدي ضحية لغم حوثي انفجر بها لدى محاولتها أخذ ما استطاعت من منزلها أثناء النزوح وفي أحد مشافي الحوثيين بصنعاء أهملت جراحها بعد استنزاف أسرتها مبالغ كبيرة ثم رميت مقعدة بلا حراك كنا نازحين طالعين رايحين لبيتنا ناخذنا أغراض منه كرح من اللغم واحد مات وثلاثة جريح ودى الحين بلا كده يلاقوا مالشي صعبة وانا مكسورة في يدي وفي رقلي منظمة حماية للتوجه المدني تبنت تحقيقا بالحادثة التي قتل فيها شخص وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان إحداهما مقيتة واتهمت المنظمة الحوثيين بالتعمد في القتل ثم الإهمال والابتزاز المادي لأسرتها وحرمانها والضحايا الآخرين من الخدمات الطبية التي توفرها برامج الحماية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية العاملة في صنعا نطالب باستقصاء وتحقيق في مثل هذه القضايا ونشرها وكشفها للرأي العام بل نطالب أيضا بمقاضات مثل هذه المنظمات لأنها من المفترض أو يجب كحق أدبي وأخلاقي بل قانوني أن تقدم لهذه الأضحية وغيرها من الضحايا مساعدات الخدمات الطبية العلاجية المنقذة للحياة في خيمة النزوح شمالي مأرب يحوم الأطفال حول والدتهم التي تعجز عن رعايتهم ويتم نقلها بهذا الشكل بعد أن فقدت الأسرة كل شيء اسعفناهم إلى صنعا وعانوا ما عانوا من الغرائم والخسائر هناك إلى ما يقارب 36 ألف ريال السعودي وأبعنا سيارته سيارة زوجها مع ما هو عطينا القرابة والأصدقاء والناس الثانيين وإلى الآن لها خمسة شهور ونحن نعانيها إلى هذا الحال من ألغام الحوثيين عمليات جراحية جديدة تخضع لها مقيتة في محافظة مأرب في محاولة لإنقاذها من جرم الحوثيين وإهمال المنظمات الإنسانية معاناة كبيرة تعيشها مقيتة وأبناؤها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب بعد أن انفجر بها لغم حوثي في محافظة الجوف محمود الحميدي الحدث مأرب